السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعد احنا طبعا مادة اكتشف. لسه احنا مع بعض الفصل الثاني. هنبتدي مع بعض ان شاء الله الدرس التامن. خضروات حديقتنا. مش احنا اخدنا مجموعة خضروات جدناه من التربة ورسمنا قبل وبعد قبل التنزيف وبعد التنزيف نشوف بقى نور الخضروات بتاع حديقتها مالها. لدينا حديقة خضروات صغيرة على سطح المبنى الذي توجد فيه شقةنا. في اليوم من الايام ساعدت جدتي في جمع خضروات من اجل تحضير العشاء. يبقى نور ساعد جدتها ان هي تجيب ايه خضار من الحديقة بتاعتهم. جمعوا ايه بقى ايه جابوا سبانخ وباذنجان. جمعنا السبانخ والباذنجان تعبنا كثيرا عند جمعوما وكان ساك الباذنجان مغطى بالشوك فكان من الصعب قطع. اردنا ان ننظف الخضروات يبقى هي ايه بتنظفها التي جمعناه ولكن الحوض مليء بالاطباق ويصعب تنظيف الخضروات فيه. لم ترغب جدتي في استخدام منشفة الاطباق والان يمكننا القول ان جمع طعام صحي لتحضير العشاء او امر صعب جدا. يبقى كده نور ساعدت جدتها في تحضير ايه الخضروات. نقلب مع بعض الصفحة كده خطة مجموعاتي الاولى. هنرسم الخطة الاولى لمجموعتك. هتشوف الخطة اللي انت هتمشي معاها مع المجموع بتاعتك وهترسمها. وبكده نكون خلصنا الدرس الثامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.